جدد المغرب اليوم بأدي السبب التاكيدة أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على الحاجة الملحة لمقاربة تربط بين السلم والأمن والتنمية من أجل الوقاية من النزاعات في القرى ففي مدخلة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خصصة لحصيلة تنفيذ البروتوكول المتعلق بإحداث المجلس وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه أكد السفير الممثل والدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لأمم المتحدة محمد عروشي أن جرد حصيلة تنفيذ مقتضيات البروتوكول يتطلب تقييم عدة عناصر خاصة مدى فعالية تدخلات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالوقاية من النزاعات وحلها في المناطق الأفريقية المستهدفة لسيما فيما يتعلق بلا سليب التي تم استخدامها ومدى نجاعتها وتأثيرها ترجمة نانسي قنقر